كمان فيه خلال طبعا استمرار جرسات مؤتمر الشباب الإسماعيلية أيضا كان فيه تصريحات مهمة للرئيس وكان فيه تصريحات أيضا مهمة للرئيس الوزراء خاصة فيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية وتحديات المعيشة اليومية ومنها على سبيل المثال مشكلة الدواء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد أن مشكلة ارتفاع أسعار الدواء تعود لعدة أسباب منها تثبيت الأسعار لفترة طويرة جدا وده أثر سلبا على الشركات المصنعة اللي أعلنت أنه بعضها غير قادر على الاستمرار في الانتاج وأنها تتوقف نتيجة أن الأسعار لا تتناسب مع التكلفة أيضا في مشاركة رئيس الوزراء بالجلسة ثانية لمؤتمر الشباب كان هذا تصريح مجموعة من التصريحات الأخرى عن سبل مواجهة ارتفاع الأسعار مش بس في الأدواء في الأدوية عفوا ولكن أيضا في مختلف المجالات